في روما التقت وسائل الإعلام الفاتيكانية بغبطة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطرييرك القدس للاتين وحورته حول الأوضاع التي تشهدها الأرض المقدسة فقال الوضع بشكل عام لا يزال متدهورا للغاية ومدينة غزة مدمرة والضحايا المدنيون كثيرون ولا يبدو لي أن المفاوضات ستؤدي إلى شيء وكافة التوقعات ليست مشجعة للغاية وأضاف هناك حرب مستمرة وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم مقدار صدمة الحرب التي أثرت على الجميع ومن الناحية الاقتصادية قال الكاردينال بيتسابالا هناك حالة من الشلل والعمل في الأرض المقدسة نادر ومعدوم وهذا يجعل أفاق الهجرة جذابة بشكل متزايد خاصة بالنسبة المسيحيين وأضاف غبطته إن صنع السلام في هذه اللحظة يبدو هدفا بعيد المنال ويتعين على الساسة والمجتمع الدولي أن يعملوا على وقف الصراع والتوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء بمفاوضات جادة تفضي إلى سلام دائم وشامل